بسم الله الرحمن الرحيم نبقى في شرح مقرر قضايا معاصرة في التربية الخاصة وننتقل إلى الوحدة السابعة قضايا متنوعة في مجال التربية الخاصة نتناول الدرس الأول قضية إعداد وبناء مناهج التربية الخاصة طبعا بالنسبة للعناصر الأساسية في مناهج التربية الخاصة سنتناول هنا ثلاث عناصر ألا وهي المنهاج التقليدي العادي كما هو دون تعديل أو بعد تعديله والمنهاج الموسع والخطة التربية الفردية وسنتناول كل عنصر من هذه العناصر بشيء من التفصيل أول شيء المنهاج العادي التقليدي يقصد بالمنهاج العادي التقليدي هو المنهاج الرسمي المعتمد على مستوى الدولة لجميع الطلبة والذي يتم بناءه على الخصائص النمائية للمرحلة العمرية لضمان موامته مع معظم طلبة الصف ولن نستطيع الحديث عن مناهج التربية الخاصة دون الحديث عن المناهج الحديثة المعاصرة والمتعددة والتي ظهرت لتلبي أهداف مختلفة طبعا تغيرت النظر التقليدي للتعليم بجعل الطالب هو مركز العملية التعليمية التعلمية والعمل على تزويده بالمهارات مثل المهارات الحياتية المهارات الوظيفية التي تعد ليكون مواطنا صالحا في مجتمعه قادر على التفكير وحل المشكلات واتخاذ القرارات الاستقلالية هذه هي الأهداف المحورية للتربية الخاصة المعاصرة التي تنادي طبعا بتحسين نوعية حياة الأفراد ذوي الإعاقة ودعم تقريرهم لمصيرهم واستقلاليتهم واتخاذ للقرارات المهمة في حياتهم الآن لو انتقلنا نتحدث عن بعض المناهج الحديثة لأنه من هذا الكلام التي تكلمت قبل قليل ظهرت مجموعة من المناهج الحديثة وظهرت نتيجة لحركات الإصلاح والتطوير التربية من هذه المناهج أولها المنهاج المتميز طبعا هذا هو منهاج يهدف إلى رفع مستوى جميع الطلبة وليس الطلبة الذين يواجهون مشكلات التحصيل ويرعي خصائص الفرد وخبراته السابقة وهدف طبعا زيادة إمكانات وقدرات الطالب لو انتقلنا لنرى المنهاج التكاملي المنهاج التكاملي هو منهاج يربط بين الموضوعات الدراسية المختلفة التي تقدم للطلب بشكل مترابط متكامل بحيث تقوم بتنظيم الخبرات تنظيما دقيقا يساعد في تخطى الحواجز بين المواد الدراسية المختلفة أيضا المنهاج المبني على بحوث الدماغ هذا المنهاج يقوم على تطبيق مجموعة من المبادئ المستمدة من فهم آلية عمل الدماغ إضافة إلى استخدام الاستراتيجيات المبنية على نتائج البحوث العلمية المتعلقة بعمل الدماغ طبعا في الغرفة الصفية أيضا المنهاج القائم على المعايير هو المنهاج القائم على تحديد المحتوى بناء على معايير وتوجهات وخطوط عامة موضوعا من لجنة المتخصين بالاشتراك طبعا ومتلقي الخدمة التعليمية وكل الأطراف ذات العلاقة بهذا الموضوع هي تشارك في هذا في موضوع من المنهاج القائم على المعايير أما المنهاج المبني على الكفايات وهو المنهاج الذي نقل التركيز على ما يعتقد المعلم أنه مهم كان يعني معتمد على المعلم خلينا نقول إلى ما يحتاج الطلبة اللي ما عرفت وأن يكونوا قادرين على عمله في أوضاع متنوعة معقدة نقول أنه أصبح معتمد على الطالب ويركز على النتاجات يعني كما قلنا على الكفايات التي تربط حاجات العمل كما حددت من أصحاب العمل والاختصاصيين أنفسهم أيضا المنهاج المبني على المكان يعرف هذا المنهاج بأنه المنهاج الذي يستخدم المجتمع المحلي والبيئة كنقطة بداية لتدريس المفاهيم في مجالات اللغة والحساب والدراسات الاجتماعية والعلوم وغيرها من موضوعات المنهاج طبعا آخر شيء المنهاج القائم على الاستقصاء هو المنهاج الذي يعمل على مساعدة الطلب على تطوير مهارات وقدرات عقلية ضرورية لاستثارة التساولات والبحث عن أجوبة نابعة من رغبتهم إيش في الاستطلاع لو الآن ذهبنا لنتكلم قليلا عن المنهاج الموسع طبعا المنهاج الموسع يمكن أن نعرف بأنه مجموعة المهارات والمجالات التدريسية الخاصة بذوي الإعاقة التي توظف كمهارات تعويضية وتعد مهارات ضرورية بسبب المحدات التي فرضتها الإعاقة على القدرة على التعلم وهذا المنهاج ليس منهاجا إضافيا أو منهاج رفاهية لكنه عبارة عن مهارات يجب أن يمتلكها الطالب ذوي الإعاقة إذا أراد أن يجد له مكانا في المجتمع وأن يكون عضو فاعل فيه وداعم لنفسه وقادر على التعامل مع العالم الواقعي ويكون قادر على التعامل مع الناس يتخذ قراراته يحل مشكلاته بنفسه وهكذا أما لو انتقلنا نتكلم عن هداف المنهاج الموسع طبعا الهدف العام للمنهاج الموسع يتمثل فيه الوصول إلى استقلالية الشخص دوي الإعاقة إلى أقصى حتى تسمح به قدراته يعني بمعنى أن يصبح قادر على عناية بنفسه قادر على التفاعل الاجتماعي بكفاية التعبير عن نفسه التنقل باستقلالية إلى آخره وهناك بعض الأهداف التي يخدمها هذا المنهاج منها تقليل احتمالية التأخر النماء الذي قد ينتج عن الإعاقة وإلى أقصى حد أيضا تزويد الطلب بمهارات تعويضية أو تكميلية تمكن الطلب ذوي الإعاقة من التنافس مع أقرانهم العاديين ومساعدة الطلب ذوي الإعاقة على الوصول إلى أقصى ما تسمح به قدراتهم لو الآن جئنا لنتكلم عن مجالات المنهاج الموسع طبعا المنهاج الموسع تحدد له عدد من المجالات الفردية الخاصة بالطالب بناء على عدة أمور منها شدة الإعاقة نوعها عمر الإصابة بالإعاقة إن كانت مكتسبة أو ولادية مستوى القدرات العقلية الخبرات السابقة مستوى الوعي والحسي لديه وجود عاقات إضافية أخرى متعددة بناء على هذه العوامل فإنه ليس بضرورة أن يدرس كل الطلبة ذوي الإعاقة جميع هذه المهارات هناك أمور يجب أن نرعيها في الموضوع هناك مجالات عامة للمنهاج الموسع يدرب عليها جميع فئات الإعاقة مثل مثلا يدربوا على مهارات اجتماعية على التكنولوجيا المكيفة على مهارات دراسية مثلا هناك أيضا مجالات خاصة بفئة إعاقة محددة مثل الإعاقة السمعية مثلا لغة الإشارة هذه محددة بفئة الإعاقة السمعية وأيضا المنهاج يجب أن يكون فردي ويفرد للطالب عن غيره من الطلبة من فئة الإعاقة نفسه حتى بحسب قدرته وحسب حاجاته ونشاهد هنا ذكر لبعض مجالات المنهاج الموسع الجوانب الجنسية مهارات الترويح والتسلية الوعي والاستداد المهني الدفاع عن الحقوق وتغرير المصير استخدام المعينات والمعدات والأجهزة مجال التعرف والتنقل مجال الرسومات البصرية واللمسية وأيضا طريقة التواصل الكلية المهارات الحسية المهارات الحركية المفاهيم مهارات التواصل التكنولوجيا مهارات تنظيم المهارات الدراسية المهارات الاجتماعية ومهارات العناية بالذات والحياة اليومية طبعا مع مراعاتنا كما قلنا لبعض الأمور الخاصة بمجالات المنهاج الموسع لفئات العاقة بشكل عام ولكل فئة ولكل فرد حتى في نفس الفئة